المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية يعقد اجتماعا وصفته إدارة التواصل والإعلام الحكومية بالموسع وتركزت نقاشات الاجتماع المنعقد الاثنين على الجانب الاقتصادي والخطوات التي يمكن لحكومة الوفاق اتخاذها في سبيل الإصلاح ويرتكز البرنامج الإصلاحي للحكومة الليبية على دعم المؤسسة الوطنية للنفط لاستعادة مستويات الانتاج الطبيعية وتصحيح السياسات المالية والاقتصادية وذلك ضمن تأكيدات من حضور الاجتماع على البديء في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الاجتماع الذي جرى برئاسة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق بحضور نائبيه أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان وعضوي المجلس محمد عماري وأحمد حمزة يأتي أياما بعد توتر عسكري في البلاد سببه صراع على حقول النفط وموانئه وبدأت الأحداث آنذاك بسيطرة إبراهيم الجدران وهو قائد سابق في حرص المنشآت النفطية على عدد من حقول النفط ودخول قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تسيطر على شرق البلاد على الخط والسلبه المنشآت التي كانت تحت سيطرته قبل أن تستولي على الموانئ تابعة لمؤسسة النفط الليبية تابعة حكومة الوفاق والتي أعلنت فورا الاستيلاء عن توقف صادرات البلاد النفطية وتسبب توقف صادرات النفط وكذلك الغاز للبلاد في خسائر يومية قدرت بمئات الآلاف من براميل النفط والأقدام المكعبة بالنسبة للغاز وتعقب هذه الأحداث واجتماع المجلس الرئاسي الأخير بعدها اجتماعا احتضنته باريس نهاية مايو الماضي لاحتواء الأزمة حضره روساء المجلس العلى للدولة خالد المشري ومجلس النواب عقيل صالح والحكومة فائز السراج ومنظمة الجيش الليبي خليفة حفتر وكان من أبرز بنود اتفاق بعيد الاجتماع توحيد المؤسستين المالية والعسكرية للبلاد فضلا عن تنظيم انتخابات رئاسية والتشريعية قبل نهاية العام